موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم دائما وأهلا بكم مجددا مع شفت منام عالم تفسير الأحلام والرؤى نريد في هذه الحلقة أن ندخل هذا العالم ونحاول أن نفق شفرات ورموز ما به من أحلام ومن رؤى بداية موضوع الحلقة التي يتكرر كثيرا أو يتكرر كثيرا من معنى هو المقابر والأموات والقبوء ماذا تعني؟ إذا رأى أحد مننا في منامه مقابر أو أموات أو دخل مقابر أو خرج منها أو صرخ فيها أو سمع صوتا من صراخ كلها أحلام صعبة وأحلام شبه يعني شبه مفزعة إلى حد كبير نريد في هذه الحلقة أن نضع النقاط على الحروف وأن نفق شفرات عالم الأحلام والرؤى من خلال أحلام المقابر والأموات في البداية العلامة العامة للمقابر والأموات يعني إيه العلامة العامة؟ أي إنسان إذا رأى في منامه مقابر فقط يعني هو رؤيه مقابر فقط ما فيش أي حدث آخر تدل على عموم المعنى أو عموم التفسير في المعنى هو العزة أخذ العزة والعبرة الموت هو النهاية الطبيعية لكل حي كما أمر الله سبحانه وتعالى منذ بطء الخريقة أن الموت نهاية كل حي وكل خلية وكل كائن حي وبالتالي هي نهاية مقررة من الله سبحانه وتعالى ليس فيها جدال أو فصار طب المقابر دليل الموت إن المقابر مكان دفن الأموات إذا لابد أن نأخذ العزة لماذا؟ كل منا سوف يذهب يوما ما لهذا المكان يأتيكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فالإنسان الذي يرى المقابر في منامه يأخذ نقطة عزة وإنذار يحاول يقف مع نفسه وقفه يشوف إيه اللي مضى من حياته وإيه اللي لسه إن شاء الله بقيله فيه ويبدأ يعمل كشف حساب بينه وبين نفسه بينه وبين نفسه عملت إيه صح؟ أركز عليه وأزوده عملت إيه خطأ؟ يمكن أتراجع فيه وأغيره طب إفرد الإنسان رأى مقابر ولكن رأاها ممتلئة بالأموات يعني أول جزء إن المقابر خاوية فاضية يعني مجرد مقابر فقط نفهاش أموات فقولنا يأخذ العزة بشكل عام والعبرة ويراجع حياته ما مضى منها وما هو آدل إنما لو رأاها مزدحمة بالأموات يعني مقابر وفيها أموات العزة تكون أكثر شدة وحدة لأن المقابر بدون أموات على ما أخف إلى حد ما إنما العرمة أصعب أن يرى المقابر وداخلها الأموات يعني إشارة مفهاشة أي كلام مش محتملة أي معنى غير التركيز للمرة الثانية على الحضر والحيطة وأغز الحضر والحيطة في أفعالنا نحاول أن نقيم ما مضى منها ونحاول أن نقيم ما يمكن أن يأتي ونأخذ العبرة والعزة من هذه العلامات أيضا من أحلام المقابر أن رأى أن يدخل شخص في المقابر ولكن فجأة يزلم عليه المكان يعني يكون مكان مضيء وأول ما يدخل المقابر المكان يصبح مظلما في المنام ده معنى إيه؟ معنى أن الشخص ياخد باله من جزء مهمة أن في موضوع وموضوع ده كويس مش وحش موضوع طيب لأنه كان في بداية الحلم نور الدنيا من وراء بس انتهى بالمقابر والظلام الموضوع كويس بس يخلي باله أن الموضوع ده في إشارة أن قرب يعني ممكن أن الموضوع ده يقترب أن ينتهي قرب على نهايته ونهاياته صعبة لأن النور انتهى بالظلام وداخل المقابر المقابر قولنا نهاية الموت نهاية فإذا هو موضوع طيب لأنه بدأ بنور قوي ثم انتهى إلى الظلام يعني معناها أو المقابر والظلام معناها أن ياخذ حذره الموضوع اللي هو ماشي فيه موضوع كويس في بدايته ولكن اقترب من نهايته اقترب من نهايته واقترب النهاية صعبة فيحاول يكس في الموضوع ويشوف ايه برضو ايه الحساباته في الموضوع ايه اللي مضى وايه اللي ممكن يحققه ويعدل ما صار هذا الموضوع الطيب طب افرض أن الإنسان رأى نفسه في مقابر ولكن يقرأ فيها دعاء أو ذكر أو قرآن كريم يعني هو نفسه شايف نفسه في المقابر بيقرأ قرآن ويقرأ دعاء ويقرأ ذكر ايه بتدول على ايه بتدول على جزء مهم جدا اول جزء ان الإنسان ده داخله عنصر طيب عنصر به صفاء به شفافية حد كبير جدا ليه لانه هو اي نعمه في المقابر هو ان المقابر نهاية وعزة ولكن يقرأ القرآن يقرأ الذكر اذا الذكر على لسانه وهو في اليقظة فنعكس على منامه في نومه واذا الانسان اللي بيكون الذكر دائما في قلبه وعقله وروحه ونفسه ولسانه وصدره وجوارحه وحواسه في اليقظة بينعكس عليه فين في المنام فده معناه ان الشخص ده اللي بيارى انه بيقرأ القرآن او بيعده او بيذكر الله سبحانه وتعالى داخل المقابر انسان طيب انسان فيه شفافية فيه نقاء في صدره وقلبه وعقله ونفسه وضميره وجوارحه وحواسه وبالتالي هو يذكر في منامه وهنا انا بعتبرها فيها جزء رؤية رغم انها مقابر اه طبعا لان بنسبة التبني في المية المنامات اللي فيها قرآن كريم وفيها ذكر وفيها شكر دائما محملة بالرؤى حتى لو كانت الحلم نفسه في بعض الامور الصعبة اللي هو رؤية المقبرة انها النهاية ولكن نهاية ايه حسن الخاتم النهاية ايه النهاية انك بتقرأ القرآن ما اجمل هذه النهايات النهاية ان تذكر الله ده برضو مش معناه ان الحلم هيموت لا مش عالم تموت انما معناه ان هو ماشي بقلب طيب وان بصفاء نية في موضوعات كثيرة جدا في حياته وان الموضوعات دي ربنا هيختملوا بيها الختام الصالح ما اجمل ما اجمل هذا يعني ما ارغى هاجة وازمة هذا ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يبشره ان هو باذن الله باذن الله يختملوا بالختام الطيب لانه قال المعصوم في حديثي ماذا قال قال صلى الله عليه وسلم في حديثه القبر اخر منازل الدنيا واول منازل الاخرة فاذا كان المقابر بتقرأ فيها قرآن يعني معناها اخر منازل الدنيا واخر مرحلة في الدنيا يعني اذا ختام ختام طيب وذا قرآن ما اجمل ان نختم بالقرآن وسبحان الله يبعث الانسان على ما مات عليه ويبعث الانسان على الخاتمة التي مات عليها فالانسان نؤكد المرة الثانية الذي يرى في المقابر ان يخرى قرآن او ذكر او شكر هو انسان طيب جدا وربنا بيبشره بان شاء الله بموضوعات طيبة يختم له بالحسنة فيها وبعد عمر الطويل ان شاء الله وربنا بارك في عمره يختم له بالطيبات ايضا وخاصة اذا تكرر هذا المنام يعني اذا تكرر اكثر من مرة اذا يؤكد في حتة معلومة يعني معلومة جميلة جدا برضو في حتة تكرار المنامات سواء كانت في المقابر او غير المقابر بشكل عام تكرار المنامات وخاصة لو كانت طيبة تدل على تثبيت علاماتها وتأكيدها بالنسبة لتفسيرها على المدى القصير او البعيد يعني انا لو شفت منام واقصد من مرة تكرر هذا المنام وعلامته تكررت بنسبة 60-70-80% يبقى اذا كل ما تكرر علامات المنام وكل ما تكرر المنامات كل ما تدينا اشارة ان فيها تحقيق اكثر وفيها تنفيذ على ارض الواقع اكثر لانه كررت بنفس العلامات او بتقريبا بنفس نسبة في حدوثها او في اشارتها داخل المنامات انما الاحلام او الرؤى المنامية الطيبة لما تكرر تاخد ميزة اكتر تاخد بونطة اكتر اللي هو ايه ان الاحلام اللي بتتكرر وبتكون طيبة اذا ده بتبشر باكثر من موضوع طيب يعني منام طيب اتكرر اذا بيؤكد المنام دي رقم واحد وبيؤكد ان كل ما تكرر المنام بالعلامات الطيبة تكرر الخير تكرر الخير وتأكد على ارض الواقع ايضا من من عالم الاحلام بالنسبة للمقابر والاموات شخص يرى ان يأتي له في المنام في المقابر انسان قريب له ودي ناس كده جدا بتبعت الاحلام دي يعني انسان زي والده زي والدته ممكن اخواته سواء البنين او البنات ممكن اعمامه اخواله وهكذا يرى على سبيل المسألة الحاصل ان يأتي له والده في المنام طب ايه معناه وخاصة لو كان والده متوفي واتى له في المقابر تبقى عندنا على انتين المقابر من ناحية والده المتوفي ظهر له في المقابر من ناحية تانية طب السؤال هنا هل والده ظهر بس والده المتوفي ظهر بس في المنام في المقابر ولا ظهر وتكلم يعني قال حاجة سواء كانت بالاشارة سواء كانت بالكلام سواء كانت بالهمس سواء كانت بالعيون يعني ايا كان تعبير الانسان اللي هو المتوفى في المنام لمن رأى بيه من رأاه سكان ابنه يعني على سبيل المثال بنحاول نفسر او نحاول لبقى في التفسير او نفسر او نفسر ما بين لو تكلم الميت لو كان قريب في المقابر او ما تكلمش ناخد الحالة الاولى لو ما تكلمش اللي هو الصمت ظهر انسان متوفى في المنام بواحد ابو والده مثلا فظهر له طب ايه معناها ديه معناها شديد ليه لان المتوفى دائما لما يأتي في المنامات بيبقى على فرات المحاول حتى لو كان صمت حتى لو كان يتكلم على سلاس محاول اول محور من المحاول دي انه هو يريد شيئا ما يعني متوفى لما بيظهر في المنام عاوز حيا في شيء بس هو ما بتكلمش ربما لم يأذن في منامي او العلمات لم تأذن في منامها انه يتكلم او نيفصح يعني هو بس قوة المنام المنامات لها قوة المنامات لها قوة في التعبير والتأثير في التعبير والتأثير فاذا المنام قوته انه يسر فقط ولا بيقول شيء اولا هو لم يقول شيء هو عاوز الشيء معين بس ربما لم يفصح عنه ممكن بإشارة مشارطة بالكلام ثانيا اول ما نشوف اي متوفى في المنام ناخد قاعدة عامة التواصل مع هذا المتوفى بالاعمال الطيبة الثلاثة ونضيف عليهم كمان الزيارة ايه الثلاثة رقم واحد الدعاء اي متوفى يظهر حتى لو ما تكلمش يبقى بيحتاج دعاء ينقطع عمل ابن آدم كما قال المعصم صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صادق ولد صالح يدعو له صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فاذا هنا ابنه يعني والد المتوفى ظهره في المقادر وما تكلمش هو دي هي عدم الانقطاع المتوفى بعلاقته بالدنيا الولد الصالح يدعو له كما ورده في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم فإزا اهلا والسلام عليكم عليكم السلام وبركاته ادعاء حزيتك اعنا سؤال نادي اعنا وسألن بي عندي بس حلمي سوالي لنسمح اتفضل يا معادي طب واختي حلمت انها شافت والدتي الله يرحمها واخويا بلده حمدي حلمت انها شافت والدتي اللي يرحمها واخويا اسمه حمدي اللي يرحمه بلده يعني والدتك واخوك الان متوفين يعني ايوه اختي الحلمت الحلم ده اه فاخوها كان بيكلمها في حديث كرآني وبعدين والدتي كانت هتتكلم هو اللي هيستني يا ماما وكمل الحديث وكان بيتكلم في آية كرآنية بس هي قامت منهم مش فاكرة مش فاكرة لآية كرآنية اه ده انت هحضيتك يقول الحلم التاني ولا تفاصل اعنا سوالي بس كده معنا عشان نقول الحلم بأني كل حلم كده مستقيم اولا كما قلنا من لحظات قليلة ان الانسان لما بيرى والده او والده المتوفى في المنام ده معناها التواصل معه بالدعاء والصدقات والقرآن بس هنا في الحلم ده هنركز على الحاجة جميلة جدا يعني التلاتة ممتازين دعاء المتوفى صدقات على روحه وقراءة القرآن اقرأ القرآن وبعد ما انتهي منه اهب ثوابه للمتوفى اهب ثوابه المتوفى طب هنا هنركز على ايه من التلاتة دول هنركز على القرآن لان كان اشارة المنام ان الوالد المتوفى واللي معاها الاخ ايضا بتكلمه ايات قرآنية اذا هم محتاجين الجزئية دي يمكن اكتر شوية من الدعاء والصدقات رغم التلاتة مطلوبين التلاتة مطلوبين ولكن جزئية القرآن ظهر اوي في المنام دي معناها ايه معناها بقدر المستطاع انتي او اي حد في الاسرة كل جمعة بعد صلاة الجمعة ان شاء الله بإذن الله الفترة دي من الصلاة وبعدها فيها ساعة اجابة نستغل الفرص احنا نستغل الفرص الطيبة وده يبقى استغلال جميل جدا ونقرأ الاول نقرأ القرآن بشكل عادي عام وبعد ما نقرأ نهد ثوابه للمتوفين سواء الوالدة سواء الاخ اي حد المتوفي ظهر في المنام ونقرأ ثم نقرأ لعموم المسلمين ايضا من نحرمش عموم المسلمين من القراءة لان هنا نحب نجيب السواب يكون فيه اكثر من ايه من نيزة او اكثر من فضيلة فنقرأ القرآن الكريم وخاصة سلطة الكهف يعني سلطة الكهف وهم الجمعة جميلة جدا بالنسبة للانسان العايش المتوفي بتزيد بركة في الرزق وبركة في العمر وتمدل المتوفي في قبره مدد بصري وتفتح لهم النورانية الله سبحانه وتعالى وتقفف من حسابه مع ربي يبقى نقرأ القرآن بشكل عام وسلطة الكهف بشكل خاص في الفترة اللي هي سلطة الجمعة اللي بعدها أقوى طبعا نكون اللهم طيبة بس الفترة دي من أقوى الفترات اللي فيها استجابة اللي فيها استجابة إن شاء الله بفضل قراءة القرآن والدنية الطيبة تصل السواب بعد كده ممكن صدقات ممكن دعاء نزور القبر كل فترة مفيش مشاكل نتواصل معهم بإذن الله بالتواصل الطيب ونبكز على جوزية القرآن عشان هي يمكن الأكثر تأثيرا في هذا المنام على وجه التحديد الحلم الثاني الحلم الثاني هو يعني ما حلمت لي قرروا وراء بعض إن واحدة تمام تسار جابت لها ترطاية والدتي برضو كانت وقفة وقعت لها إيه ده قتلها دي كيكة بالشوكولاتة وبعدين والدتي تاني وحلمت إن والدتي برضا الليها الحمى جابت لها ترطاية بالشوكولاتة وأطعتها ودتني وديت إخواتي أو وديتك أعطعت منها وديت البقى خلاص كده طب وتعرفيها دي في الوقت وما تعرفيها آه عرفها الزميلة تختك في الشغل آيوة وقالت معاك بردتي وقالت لهم إيه ده قالوا هدي كيكة بالشوكولاتة آه ده جميل هنا الحلم الثاني بدينا أشارة جميلة جدا في الحلم ده مبشرة لأن ترطا الجاتو مكونات طيبة سكر أو شوكولاتة أو أو وكل مكونات طيبة طالما أنه ما فيهاش عطب أو عفن أو كسر أو حرق تبقى طيبة الشيء الطيب الشيء اللي فيه غزاء طيب مدام ما فيهش كسر أو عطب أو حرق أو عفن يبقى طيب طيب يعني إيه يعني بشرة طيبة بالرزق والرزق القريب طب ليه رزق قريب لأن الناس كلت في الحلم طب ما مين اللي قد اللي ترطا وقسمها المتوفاء آه المتوفاء أو المتوفي بشكل عام عندما يعطوا أشياء طيبة بشرة بالخير لما أعطوهم طب إيه اللي بيأكد هذا الخير لو أكلوا منه بيأكدوا ويقربوا يعني الخير قريب وأكيد فدي بشرة من والدتك إن شاء الله بإذن الله وهي يعني في عالم طيب عند الله سبحانه وتعالى وفي عالم برزق وسبحان الله يتولاها بكل طيب وبكل رحمة بتبشركم طبعا إن إن شاء الله في خير قادم ليكم وإن شاء الله حتى اللي كان زميلة أختك برضو فيه قادم خير قادم ليه إن شاء الله وقريب ليه لأنه ما أكلوا من هذا الشيء الطيب اللي هي قدمته كان ترطا أو جاتو فدي بشرة جاملة جدا وإن المرة التانية نرد البشرة بإيه يعني واحدة الدانية أردها بإيه أنا أتواصل معها تاني برضو وأكد على التواصل وأكد على التواصل بيه إحنا قلنا من شوية الحلم الأول أتأكد على التواصل بالتلات حاجات وخاصة القرآن هنا برضو أكد على القرآن وإيه تاني والصدقات لأن هنا عبرت في الحلم ده بعطية الصدقات هي أديتكم حاجة مادية وبشرة خير ليكم وكلتم منها وبشرة قريبة للخير تردها لها بقى بإيه بالصدقات يبقى الحلم اللي فات التواصل بالقرآن أكثر الحلم ده الصدقات وفي الآخر برضو ما ننساش الدعاء لأنه طبعا من أجمل الذكر اللي بيفيد الميت بالنسبة للسواب فدي بوشة طبيبة طبعا للمجموعة إن شاء الله وبإذن الله تكون قريبة بإذن الله طيبة جدا 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 وقال فقال في شكر نرجع تاني برضو لجزئة مهمة جدا وقفنا عندها برضو في تفسير أحلام الموتى قلنا الميت لما بنشوفه هو ساكت على طول لازم يتوصل معه بالطيبات ولو كان الميت ده والد الحالم أو والدته صدقات دعاء القرآن زي ما ذكرنا قبل الاتصال طب افرض إن المتوفى في المنام تكلم هنا بنضع مجموعة من الخطوط أحمر وصفر لازم نأكد أول حتى دي المتوفى في المنامات والرؤى تكلم وتكلم في المقابر طب الأول لما يتكلم إيه معناها؟ هنشوف يتكلمه ليه؟ يعني لازم نستنى نشوفه الحالم يكمل حلمه لأن هنا المتوفى اتكلم طب اتكلم قال إيه؟ هل اتكلم في أمر طيب؟ ولا اتكلم في أمر صعب؟ يبقى أول جزئية لو اتكلم في أمور طيبة هنقول إيه؟ تفسيره إيه؟ ولو المتوفى في المنام تكلم في أمور صعبة هنقول إيه؟ طب هل الأمور الطيبة دي فيها تنبيه على حاجة معينة؟ ولا أمور طيبة بشكل عام؟ والأمور الصعبة فيها تنبيه في حاجة معينة؟ ولا بشكل عام؟ كل ده هنجاوب على إن شاء الله بإذن الله ونفسروا بالتفسير إن شاء الله فهنا أول حاجة لو المتوفى رخم واحد اتكلم في أمور طيبة أمور طيبة طب تخص الإنسان الحلم قعد تخصه يبقى دي رسائل مهمة جدا رسائل مهمة جدا وطالما المتوفى ادانا رسالة وتكلم طالما في أمر طيب يبقى إن شاء الله الأمر ده بشرة ليه؟ لأنه الأمر طيب والأمر مش سيء لسبب لو كان الأمر سيء ممكن نقول المتوفى ده تجسد بداله شطان لو كان الأمر سيء لو كان المتوفى يقول الأمر سيء يبقى ممكن مش هو المتوفى يبقى شطان ولا عزو بالله قرين منام ولا عزو بالله لو كان الأمر سيء إنما لو كان الأمر طيب يبقى هو المتوفى بالنسبة كبيرة طبعا مع اختلاف بعض الأحلام الأخرى فإذا المتوفى لما يقول لنا في المنام حاجة طيبة يبقى فيها بشرة ادانا حاجة طيبة ادانا أكل ادانا شرب وزي حاجات كلها أو وزي حاجات تكون في مراس معين مثلا ده مثلا ده كذا وده كذا كلها أشارات طيبة أن الأمور الطيبة منها المراث أو غير المراث كلها بشرية للحالم إذا تكلم المتوفى في أمور طيبة وفي خير بالنسبة بيلي جدا هي دي روح المتوفى وده خير هتحقق بإذن الله قريبا طب افرض المتوفى تكلم بأمور سيئة هنا بنخش على جزئين مهمين جدا لو أمور سيئة جزئين الجزء الأول الأمور السيئة دي بتتصل بإيه بتتصل بالحالم وبتتصل بالناس تانيين لو تتصل بالحالم يبقى بينبهه كبير دا ليه لو كان أمر سيئة خص الحالم يعني نبهه الأمر خلي بالك من كذا وكذا برضه دي إشارة حتى دي برضه مش وحشة لسبب لأنه برضه بتوقف الحالم عند حتى معينة وتخليه راجع نفسه أخطاءه ممكن تبقى فيه إشارات من خلال المتوفى في المنام يعني المتوفى يقوله لأ خلي بالك من كذا خلي بالك من كذا ظلم حد معين من أقاربه من اخواته من جيرانه فبينبهه بينبهه دي بحيثة جميلة جدا انما افرد المتوفى تكلم بامر سيء مش تنبيه امر فيه نار فيه ظلام فيه تشويش المتوفى تحس كده انه بتحول الى نار او بحس انه دخل في مكان مظلم وصوت صفير وصوت عالي جدا وصوت دوشة لا ده ده ممكن ما يكونش المتوفى الحلم ده مش متوفى طب هل الحلم ده ايه الحلم ده ممكن يكون والعياذ بالله القرين او شطان المنامات قرناء وشياطين وجن المنامات ازاي اه ازاي انه هم بيجوا في صورة المتوفى ليه عاشني اولا في بداية اللي ما يزهر يقنعك فيقنعك ان ده تصرفات من المتوفى فممكن حتى الامر سيئة تقتنع بيها لحد ما تقول ده متوفى وده قريب ليه فيدي قناعة في بداية زوره انما سرعان ما ينكشف سرعان القرين او شطان لو تمثل بصورة المتوفى عمل حاجات صعبة في المنام ظلام واحتراق وصوت عالي جدا وصوت مزعج جدا وصوت ممكن يفزعك لدرجة انك تصحى يظهر ميت ويعمل صوت تصحى منه فده عاوز ديك اشارة ان القريناء والشياطين والجن في هذه اللحظة عاوزين يوصلوا لسالة وهمية مزيفة من خلال التمثل بصورة المتوفى في المنام ده جزء او ده ناحية في التفسير وفيه جزء تاني ان المتوفى تلاقيه في صعوبة يعني هو نفسه حاله صعب وبيتكلم معاك ان هو حاله صعب وحد ينقذه ممكن ترى المتوفى يسقط لمكان مرتفع وبيحاول يتمسك بيك انقذني شدني لا ده اشارة تانية خالص وده قصة تانية خالص في التفسير دي معناها ايه معناها ان المتوفى في اللحظة دي بيستنجد بيك بيقولك يعني انت في جبل وهو بيسقط وانت بيحاول تشده يعني بيستنجد بيك ايه يعني تواصل معايا فورا يعني بديك رسالة واشارة انك تتواصل معه فورا بايه زي ما قلنا من شوية بالصداقات بالدعاء وتقرأ القرآن ثم تهب ثوابية على مين على روحي يبقى اشارة من المتوفى خلي باني يا جماعة جدا الحلم ده بتكرر جدا معنا ستر جدا يقولك بيشوف والدي بيصرخ بيصرخ بس بصورة مش مزعجة زي شوته الصيادين صورة كده مقبولة يعني الصوت مش مزعج او انه بيسقط من مكانه انا بحاول اشده او انه بيتنهشو مجموعة من الحديد في حديد بيشده او سلاسل بتشده او قوة بتشده الاسفل كلها دي علامات او سقط في بير او في مكان مظلم كلها علامات بتؤكد حاجة مهمة جدا انك هو بيديك رسالة بيستنجد بيك بسرعة يعني خلاص العملية مش متأخي يعني ما فيش تحمل او مش مستحملة تأخير مش مستحملة تأخير تماما في اللحظة دي لازم فورا تستنهد همتك وبسرعة كده وبمدى معزة المتوفي كان والدك او والدتك او اخوك او اختك او قريبك او جيرانك او صديقك او زميلك عبر سنين مختلفة او سنين متتابعة انك تستنهد الهمة وتقوم على طول تدعوله تصدق على روحه تقرأ القرآن وتهيب ثوابه تزوره 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 في القبر ولو ان هنا في حطة الزيارة لازم ندي ملاحظة همهمة جدا جدا يا جماعة فيه فرق بين السواب والاستئناس يعني السواب ده قصة والاستئناس قصة تانية ايه الفرق بينهم السواب اللي صديقاته والدعاء وتقرأ قرآن على روحه بعد ما تقرأ تهيب ثوابه انما الاستئناس هو زيارة المتوفى في القبر يعني بيستقنس بيك ليه؟ هو ده مكانه يعني القبر ده هو مكان المتوفى سواء جسد او سواء روح تهيب تهوم او في حوام او تحوم حوض المكان فاذا ده مكانه مستقره فلما تزوره يهستئنس بيك الروح على فكرة ممكن تنطلق في اي مكان في الكون بس ده تلف تلف وتستقر في هذا المكان الروح مهما لفت في الاكوان تلف تلف وتستقر عند قبرها فيه ارتباط طبعا بالمكان اللي دوفم فيه وبين استقرارها حتى لو خدت فترة من الدوران المهم فالانسان الانسان لازم يقولك هنا انا بعمل اعمال طيبة الوالدي بس مش بزوره ليه فترة مش بزور فترة طويلة سنة سنتين لأ يعني لأ لازم نخلي بلنا من الحكاية ديه ان انا اتواصل معه بالصداقات والدعاء والقرآن بعد ما قرأوا اهب سوابه زائد ازوره ليه؟ الاموات يا جماعة في المقابر يعني بيفرحوا جدا زيارة كده يعني بيفرحوا فرح شديد جدا والانسان القريبه او اقربائه اللي هما ما زرعوا قيد الحياة لما يزروهم وبيتباهوا بين بعضهم لما ييجي زيارة كده وبمعاز زيارة كل جمعة كل فترة يقولك اه يتجمعوا اروح الاموات وكل واحد فيهم يقولك حاجة غريبة جدا يقولك اه ابنك جلك يقوله لا ما جاش اه انما انا ابني جاني يعني حتى في تباهي سبحان الله في عالم الاموات وارواحيا عند بوابات المقابر وعند مداخل المقابر انه بتباهوا او يحزنوا لو ما حد الظرهم خالص زي كده المقطوع كده خالص يعني ملوش اهلك كده يعني بيعتبر كده ما انت مزوطنش خالص اولا بستقنس بيك كمتوفة ثانيا باباهي بيك كل الموجودين كارواح متوفين معاه في المقابر نرجع عشان بس نفس الموضوع ان الانسان لو شاف اي متوفة في المناع والده او والدته او اي حد قريب ليه بيستغيث به على طول يحاول يستجيب يستجيب لحاجتين رقم واحد لان ده والدك والدتك اللي هم فضلة عليك في الدنيا فاقل اقل الفضل ان ترد الجميل ان تقف معهم في موقف كهذا موقف صعب في موقف صعب في حسابهم فلابد من استنهادك بسرعة يا ما تتأخرش هم محتاجين ده بيسقط من المكان وبيحاول تشده عشان ما يسقطش ده في حديد بيشده وفي سلاسل بتشده اه وهكذا فلازم في اللحظة دي تتواصل معه فورا ده رقم واحد يعني كرد الجميل والفضل رقم اتنين انت بعد عمر طويل هتقع في نفس المكان وفي نفس الموقف وتحتاج الى من يساعدك وممكن تيجي انت بعد عمر طويل لحد بنفس الحلم فانت محتاج ان يساعدك فانت ابدأ ازرع علشان تجد هذا الزرع فيما بعد ما فيش يا جماعة حد هيحصد بدون زرع ده قصة مش عاوز الكلام قصة بديهية عشان احصد فيما بعد ولاقي حد يدعيلي ويقف معي في موقف زي كده بصداقاته والدعاة والقرآن لازم انا ابادر بكده وانا ما زلت على قيد الحياة وكما قال المعصوم ولد صالح يدعو له فحكتين مهمين تتواصل معه علشان ليه فضل عليك وتتواصل معه علشان تلاقي البزر اللي انت زرعتها فيما بعد حد برضو في يوم الايام بعد عمر طويل تكون في صعوبة كل الناس هتمر بصعوبات طبعا يعني ان شاء الله تماني الرحمة لكل الناس بإذن الله وربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله رحمته وتعالى كل شيء ولكن برضو يعني نستنهد الهمم للاستغفار بشكل كبير جدا ده لو شاف والده او والدته او حد قريبه بيتعذب او لا قدره في موضع صعب في المنام طب افرض ان في حد حد برضو من كثير كثير من الاسئلة وجد توابيت توابيت ولكن لما يجي المقابر يعني توابيت في ميدان مثلا بس مش مقابر توابيت نعوش يعني نعوش اموات بنسأل هالتوابيت دي بيها اموات ولا التوابيت دي فارغة ده سؤال مهم جدا وده ليحدد التفسير بتاعها لو ان واحد شاف ان التوابيت او نعوش في مكان مفتوح والمكان ده بس ما فيش اموات توابيت دي بنرجع لقاعدة الاساسية اللي قلناها في اول الحلقة اللي هو ايه اخذ العزة اخذ العبرة طبعا علامة زي المقابر حتى للتوابيت فاضية ليه لان التوابيت دي هي رمز الموت لان بيوضع فيها الميت حينما يموت ليوصله الى قبره فاذا رمز العزة والعبرة للمرة التانية بعد الاموات او بعد المقابر طب افرض ان شوفنا التوابيت دي مملوقة يعني فيها اموات طب ايه الحل نفسرها ازاي نفسرها على انها تؤكد تؤكد لواحد شاكي يقول لك اتوابيت ما توابيت فاضية لا ده هنا كمان فيها اموات يؤكد ان الميت ده كان فيه من الايام زيك على قيد الحياة او مثلك على قيد الحياة واللي حصل قديك شايفه فدي علامة مؤكدة مؤكدة للعزة فالتابوت الفارغ هو علامة عزة والتابوت المملوء علامة عزة اكبر او اشد على سبيل المثال للحصل ايضا ارتباط ارتباط الاصوات بالاموات بمعنى ايه افرض ان الانسان رأى في منامه متوفي والمتوفي ده الى حد ما يعني صوته اطيب من صوته في الدنيا وده حلم تقرر كثيرا يعني وكم من الاحلام بتتكرر بمثل هذه الكايفية وانا شفت حد من اقربائي في المنام مبارح بس لما شفته في المنام كان صوته اطيب كان صوته اجمل كان صوته اعزب طب ايه علامتها دي ايه دي علامتها ان بتؤكد ان الانسان ده الفضل الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى في الاخر كل شيء ولا نذكر على الله احد ان الانسان ده وهو عيش كان يسبح وكان يذكر وكان يقرأ في السر والعلانية في الظاهر والبطل وبالتالي لما الانسان يرى سلام عليكم ايوة سلام عليكم تفضلي معك يا مزهر تفضلي معك عليكم السلام عليكم السلام ونحن في العرضة تفضلي معك ممكن اقول حلمي تفضلي معك اه انا حلمت ان في كعبان كده صغير اسود على مخدة جنبي وانا نايمة اه رسمي في الضاعي بس انا شفت على الضاعي نقطة كده صغيرة بس يعني انا متحسة بحاجة مستغربة ان انا اه ما عمل لش سم ولا كده على بعدين شفت بقى حلمي تاني بس كنت نعمة بالمهار طب اساة زيني بس نفصل الحلم ونكمل عضو دي يعني عشان بس ايه يعني اواخد فكرة عن الحلم قبل ما نخش في الحلم التاني سعبان طعبان يعني عدوة ومعنها ايه معنها بقولي خلي بالك احزري العدوة العدوة ممكن تكون عين وحسد وشيطان اي انكات العدوة ولكن رغم ان الحلم بنبيك انك تحزرت العدوة بسبب التعبان حتى لو ما ارسك ما حستيش بالالم الارصة وحتى نزلت نقطة الدم مش قضية ليه اهم شيء من العدوة تأثير العدوة ممكن تكون ممكن تكون فيه عدوة بس اثرت يعني حسد بألم حاجة جزء من جسم مثلا حصله لونه ازرق جزء من جسم مثلا مش قادر حركه لا دي قصة تانية انما قرس التعبان ونزلت نقطة الدم وما فيش اي ألم ما فيش اي أثر يبقى احظر من العدوة بالذكر والدعاء وكل شيء وحفظ الاصرات الشخصية والعملية والداري على مكانك وعلى سعر وعلى اي سر ليك ولكن الحصر ده بيدينا حتى جميلة جدا برضو في الحلم ده الحلم ده على وجه الخصوص ان ان شاء الله ما فيش اي أزا ان شاء الله ما فيش اي أزا وان كان حتى في عدوة هتحظرها فخذي حذرك بالتحصينات والذكر والدعاء وكتمانة الاصرات الشخصية والعملية لحفظها لانها نقاط الضعف عند الانسان ولكن ما تخافيش جامد يعني ان شاء الله العدوة دي هتنتهي بالذكر والتحصين ومش هتسيب أثر بإذن الله ان شاء الله الحلم التاني الحلم التاني ان انا كنت نايمة في المعار وان انا باكن رز انا واحدة جارتي بس رز لونه بني غامق فانه عليك كوكب بس كده في حاجة تانية لا الحلم ده بقى بينبين الحاجة تانية خاصة جدا هو الرز مفروض انه هو الرز طيب يعني الرز علامة طيبة وبشرة طيبة لان شيء يؤكل زي ما قلنا كل شيء يؤكل مدام طيب مفوش كسر او حرق او عفن او اي شيء من هذه الامور يبقى طيب بس هنا هللاحظ حاجة مهمة لا ده فيه اللون بنيوم غير اللي مش طبيعة الرز وده معنى ايه معنى الرز رزق ديك طب ويحكيت البني المغير ده معنى نظرة حسد شريت جدا للرزق بتاعك يعني فيه ناس بتحسد فيه ناس حط عنيها جوه الرز للأسف يعني طب بنا يطقينا او يبعدنا عنهم طب ازاي تقشرهم ازاي دايما احصن نفسي اية الكرسي المعوزتين الصمدية او صوت الاخلاص اجزاء من صوت البقرة صوت الكهف صوت الكافرون كل هذه الصور والآيات الطيبة صوت ياسين كل هذه الصور الرحمن على رس القرآن كل هذه الصور والدعاء والذكر الاستمرار فيهم بيعمل ايه؟ بيعمل لغلاف روحاني طيب وان شاء الله بإذنها بالذكر الحسد ما يقصرش ان شاء الله بإذن الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام هيا ناسو زايا فضالي معاك هلو معاك عجبة؟ معاك تفضالي لو سمحت انا حلم حلم اني واحدة جارت اني واحدة جارت بتديني عشر جنيه معاك اه واحدة جارت بتديني عشر جنيه واحدة جارت بتديني عشر جنيه معاك؟ اه وبعد قلت هلها بديت اخدها اه وبعد كده اديتي جازمة جديدة جازمة جديدة هي لديتك جازمة جديدة اديتها البنتي اه والجازمة دي كانت تانية جديدة وبيت بدي اديها قوي وكانت مريحها ولبساتها عجبة اللي جابت الجازمة ولا انتي لما أخذها؟ الجازمة انا خدتها منها وديتها البنتي يعني هي جابتها جارتك وديتها البنتي اه انا خدتها منها وديتها البنتي وتتعدى بنتي اول اه وابعدين الجازمة تنينها بني وبيت كات معجبة ديها قوي كاتت مريحها ممم وبعد كده لقيت لقيت نفسه أفعل محطة ولقيت أستاذ بعلته قرم كتاب والكتاب دوت من اوله انجليزي وفي الاخر الكرآن كله وبادئ بقيت البقرة اه بس كده ماشي هنا الحلم في كزا جزء يعني حلم الاستاذة في كزا جزء اول جزء فيه جارتها اديتها عشر جنيه رفضتها في الاول وبعد كده بعد لحظات لقينا ان اديتها حزاء لبنتها فخدتها وديت البنتها برضه وريح بنتها جدا ده معنى ايه ده معنى عشر جميلة جدا ان اولا في بعض التفسيرات قالوا ان النقود من النقض وانشيء النقض اللي ممكن يبقى فيه فتنة فاذا ربنا كرمك وحماكي وبعدت عن امور فيها بعض الفتن بعض بعض الفتن بس اذهبه بعض الفتن فاذا حيث عدم قبول النقود دي ما فاش مشكلة عادة دي ما يتقصرش معنى بالسلب وما تخوفناش بالعكس ده ممكن تكون بعض الامور الفتن وربنا عافاك عنها طب ايه موضوع الحزاء الحزاء ده اولا بس اخدم الحزاء اللي ايه قالوا طب سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام فضالي معاك لو سمحت عندي حلمين فضالي معاك الحلم الاولاني انا والديتي متوصية فحلمت كأن انا وخاطب نعمل زي قرص او معجنات كده بالجبنة وبس شكلها حلو باشكال كده وبعدين والدي كانت قاعدة اختي دافتها قباية شايل بلبن وانا جبت لها قلت اجيب لها قرص مديدة اكلها معاك كاناش عايزة بس انا جبتها يعني جبت لها يعني وبعدين هي قالت انا عايزة بس بورشامة الضغط ساعدتي عشان انا يعني ايه زي ما تقول كده 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 مستخصرة نية تشريها يعني بتوفر الفلوس يعني وبعدين انا سبتها ومشيت شوية لقيت كأن في فرح او عروسة ماشية كده لبسة فصان صوري يعني والفصان واسع جدا صده بالشارع كده بس لما قررت لقيتها مش كبيرة يعني يعني مش قانتها يعني 10-12 سنة فكده بس الحلم صلت اه هنا الحلم كده بيدينا اشارة ان شاء الله وديت تكون باذن الله في مكان طيب لان الاكل كان طيب والاكل اللي خدت منها اودتولها كان طيب بس تتواصل معها اكتر يعني ده ما يمنعش حتى لو هي في مكان طيب وباذن الله لنزكي لنزكي مع الله احد طب ماشي قالو معاك يا محمد قالو السلام عليكم قالو السلام عليكم السلام عليكم تفضلي معاك انا ازيك يا فندم ازي حضرتك تحت عام بتفضلي معاك انا حلمت بوالديتي متوفية حلمت انها جاية قاعدة زعلانة جاية بتقول لي انا كنفت اه اه اجي عود عندك بس كسفت ان انا جاية اقول لك ان انا اجي عود عندك بس كده بس روحت صحية من حلم بقى اه ده هنا بيقولك حتة جميلة جدا تبدل الزيارة يعني ايه زوري هي بتقولك انا كسفت اجي عندك طب هي الكسف تجي عندك يبقى انت ايه تروح تزوريها في القبر شيء ببديهي يعني واحدة تكسفت تجي عندك طب والدتك فين الله يرحمها في القبر كاي انسان متوفي يبقى ايه البديل هي الكسفت تجي عندك يبقى انت ايه تزوريها فحاول تتزور معها الانس الروحاني زي ما قلنا خلاص فتتزور معها ان شاء الله باذن الله الزيارة مهمة جدا في الحلم ده الو حالة معنا من السيوت الو سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك اتفضالي لو سمحت انا صاحبة دي حلمات لحلم ان انا كنت عندها وبتقول لي يا هالة مالك كده فانا بقول لي هدعني في مالك بس كده بس هي عميتت لسه موجودة على قيد الحياة بس كده لأ هنا للأسف الشديد ده تخوف قريم لما واحد يدي خبر عن واحد انه متوفي والخبر ده يكون خبر عابر يعني مفيش علامات مؤكدة لان في بعض الاحلام او بعض الرؤى بالذات في اخبار وفاة بس بتبقى رؤية قوية وفي كذا علامة كذا علامة ايمانية صحة لقدان الفجر كان قارئ القرآن يعني في كذا علامة ايمانية فدي رؤية فممكن لا تقدر اللي تدي اشارة بالوفاء يعني لا تقدر الله انما هنا لا دي علامة عابرة او خبر عابر مفيش حاجات ايمانية قوية فيبقى حلم نفس بس حلم نفس داخل ولي اعزو بفيه القرين تخويف بيسموه حلم تخويف حلم تخويف من القرين الاستعازة بالله سبحانه وتعالى وان شاء الله بإذن الله محصلش اي حاجة فقط نرجع ماشا حتى الناس بتزعلش من هنا بقى نرجع للأستاذة ماشا السلام عليكم اهلا امريكا مسكندرية انا عندي حنيني انا عندي حنين ماما حلمت ده اخوها اميت بتقول له او ناس طلعوه بقى يقولو يطلع يا مصطفى متعاود منك بس اخها ده عايش اميت متوفه فعلا اميت من زمانة اه ماشي بتقول له تعالى يا مصطفى قلناها بنتي وبعدين بتفأل ناس تقول ان انتا مطلعين مصطفى ليه قال له اخو دي معي تقول له بنتي يقول لها بنتي اه يعني هو بيقول لها بنتي وهي بتقول له ان هو هو المتوفي يقولها بنتي صح اه المتوفي بيقول لها بنتي بيقول لها بنتي وبنتو دي ان شاء الله عايشة يعني ولا ايه؟ على ق lime حياة عايشة بش ما شوفنا اش من زمان ومن شخي الحلم واضح الحلم واضح تتواصل معها تتواصل معها ر طول يعني الكلام هو ليه رغبة المتوفي ليه رغبة تتواصل معها بعد القطاع انت بتقول لي فترة ما مش متواصل معها هو ليه رغبة ما استعمال بيستخدامك مش شوفوها ما هو دي دي رغبة المتوفي للأسف يعني مع كرافيا دي رغبته يعني المتوفي اللي بيبقى لي رغبة روح روح المتوفي ده رغبة ان يبقى في تواصل مع بنته تتواصل معها وتتواصل معكم ويريت تتواصل مع بعضيكم وتاخدوا بعضيكم في الاخر والزرور يبقى الحكاية كمية دي سؤال اتفضل لي انا حلمت بتيتا ايامايتا وبعدين ايه كنا منغبز وبعدين ايه انا وعناتي وكده كنا منغبز وبعدين قلت فيها عايق بيحيالنا فتحت الباب زي 6 طويلة وجتناها طويل وقفلت الدفع الشيء قلت انا خاتها منها بس كده فوضا اه لا ده تخويف تخويف قرين ازاي القرين بيجي على اشكال كتير جدا طول جدا قصير جدا اشكال غير طبعية اشكال تصير التخويف فلا ده تخويف قرين طب اعمل ليه استعيذ بالله استعيذ على طول وازكر الله سبحانه وتعالى عشان ما يكررش يجي تاني معايا او يخف ايه منامات اللي هي السيئة فاستعيذ بالله لانه هو تخويف قرين الطول الشديد والقصر الشديد والاشكال المختلفة واشكال حيوانات واشكال كلاب كلها ممكن تبقى تشكيلات من القرين والعزو بالله عايز استعاذة واستغفار بشكل سريع عشان ان شاء الله ما تتكررش هذه الاحلام نرجع على برضو الحلم الاول قالوا السلام عليكم معاك اهنا وسهلا معاك اتفضلي معاك ايو بقول لحضرتك انا حلمت بولفتي بس كده اه لا القوة اتكرر كذا مرة كذا مرة تشوفيها انه بتقول لك الفلاح ما بتاكل او ما لعنداش اكل اه واروح ما لعيش قدامها بس كذا مرة ما لعيش برضو قدامها اكل ده اشارة قوي جدا من والدتك بتقولك حاكتين اولا تتواصل معها بالطيبات طالما ظهرت في المنام تتواصل معها بالدعاء والذكر والقرآن برقم واحد الاشارة التانية بتقولك اهتم شوية بمن عندك يعني لو عندك مثلا حاجات زي كده طيور او حيوانات او حتى مش طيو حيوانات ممكن تكون الناس في البيت عاوزين اهتمام شوية ممكن جيران ممكن ابناء يعني بتديك رسالة الاهتمام ببعض الناس المحطين لكي لحد ما اهتمام شوية بس يعاوز اتواصل الرسالة الاهتمام لان الاكل ده او الفلاك دي رزق وحط له اكل معناها يعني الرزق رعي ورائما حولك علشان ربنا يبارك في الالاقات الطيبة والالاقات الاسرية والالاقات اجتماعية والصداقات بالاهتمام اكتر وتتواصل معها بالصداقات ودعاوا القرآن الحاجة الطبيعية بالنسبة للمتوفي وان شاء الله بذن الله يكون خير اه نرجع برضو خالدنا بسرعة 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 قالوا السلام عليكم تفضل معك يا سهيبة اه لو سمحت مثل عندي حلم ثاني لو سمحت السفار بس في الحلم الاولين بس اقيل حلم الوالدتي طب صفت الشاي بلبن لو سمحت مش فيها مشاكل يعني ولا حلوة بتشوف في المنان ويكون المنازة بالشبط الضغط وكده عشان خضرات ما كمنتش من تفصير لا نكملها ما فيش مشاكل عادي كان بس عشان انكسط الاحلام وتوردها بتقول فيه كان الشاي بلبن معها وبرشام الضغط صح؟ طب مسيحن اه ماشي بس بس سواني بس عشان تواني عشان نكمل عشان مادال التداخل ده هو اللي بيزبط الدنيا فيه بتقول في الحلم اللي بتاع والدتك اللي هو اللي بتعاف置 كان فيه بشرام الضغط كان فيه بسم الضغط كان في الشاي بلبن وانا أدتها معيها قرص يعني هي مكنت نش مكنتش عايزة بتاخد القرص بس ناجع سالها يعني بس انا خايفها من حتة اللي انه هي كانت عايزة بشرام الضغط وكده يعني التواصل ما فيه مشاكل يعني الطوال لا ما فيش مشاكل التواصل شوية صدقات اكتر ضعاء اكتر قراءة قرآن اكتر زيارة المقبرة اكتر تواصل دي واحدة متوفي عسر عازت بريشان الضغط هو المتوفي بياخد بريشان الضغط بريشان الضغط معني هيا الضغط مواجبة من الضغط يعني اذا ممكن تكون في حالة فيها ه Carlos عزيزvatين مع الله وانا ازكي مع الله احد طب اعمل ايه بسرعة بقى اعتدذاب الجيد مع المتوفي بheen الصدقات الضعاء القرآن الزيارة هو ده علاج المتوفي هو ده الهاج المتوفي يعني. اه. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله ممكن ان اتفتر على الحلم حضرة? اتفضلي معك اتفضلي معك. انا حضرت اتحلم تهلم واحد تكرر ثلاث مرات. اه اتفضلي. اه انا الطفل اللي جاء عندك يعني زي موليد اللحظة عني واريد اللحظة. وانا حضار جامد وبرضعه في نابل في سبري جامد خالص. اه نوع ايه? ذكر انسة نوع ايه? ايه? نوع ايه الطفل ده نوع ايه? ذكر انسة? مرتين كان ولد وطفل وليد اللحظة. والمرة الثالثة اللي في النص يعني ما اشتبت عارسة انه كان بنته ولا ولد. لكن مرتين ولد وجميل وصغير وليد اللحظة. لا ده هنا فيه حتة جميلة جدا. لو انه ولد لو انه ولد بشر برزق بس يأتي بعد شوية صبر شوية. الواحد يزبر. لو واحد شاف ان فيه طفل صغير مولود جديد او مولود بعد شهر شهرين. ده معناها ايه? بشرى للي رأى هذا المنام برزق لانه ولد برزق بس رزق عاوز هو التحمل شوية. بس ان شاء الله ان شاء الله يأتي هذا الرزق. انما لو بنت دنيا جديدة. بشرى بدنيا جديدة مباشرة كانوا ان شاء الله. فالولد رزق بعد بعد التحمل. اما البنت موضوعات وبشرى بدنيا جديدة ان شاء الله طيبة جدا طالما الولد والبنت شكلهم كويس. طالما الولد او البنت شكلهم كويس انما لو شكلهم مش كويس ده قصة تانية او ده تفسير تاني فطالما انهم حسب التفسير حسب الحلم انهم شكلهم كويس ما كونش مشاكل يعني في شكلهم او بعض العلامات اللي صعبة فنقول ان الولد هو بشرى بالرزق بعد فترة اما البنت هي الدنيا وموضوعات دنيا جديدة تفتح الانسان يستعد لها عشان ربنا برقلوا فيها ويرزقوا منها رزقا حلالا طيبا نرجع برضو الاحلام اللي احنا عالديناوما في كلا التوارد الاحلام وازدحامها يعني قبل ما نكمل التفسير يعني بننوه ان البرنامج يا جماعة بيبدأ من سبعة يعني علشان بس بقاش ضغط في اخر نص الحلقة يعني رجاء خاص لنفسه في حلم ونفسه في رؤية معاكو احنا داخل عالم الرؤى والاحلام بنفق ان شاء الله كافة الشفرات بس يعني نبدأ من اول برنامج على طول عشان ما نزلقش اول عشان ما نزلقش اوي المهم ان نختم كده نقول الحلم بتاع المتوفق اديت الاشجارة اديت الحلمة عشرة جنيه نقوله في بعض الامور الصعبة ممكن تعدي فتن ان شاء الله وتعدي الحزاء اللي دي تهولها رزق البنتها وبشرة رزق البنتها ان الحزاء باخدوا كواسير اسعبية فبشرة رزق البنتها وطيبة جدا فتستبشر خيرا وجالتها دي ان شاء الله تكون طيبة بازن الله ان شاء الله وزي نقول نبدأ ان شاء الله من الساعة سابق اكد او من اول ما نبدأ ان شاء الله الحلقة الجاية ان شاء الله بشفتي منام على طول عشان نحاول نفسر كل هذه الاحلام الطيبة ونفك كل هذه الشفارات اللقاء انتهي سريعا وفرحة اللقاء تنتهي ولكن على امل بلقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى في شفت منام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة